أهلاً بكم، نتحدث في هذا الفيديو عن متغيرات المخازن وسيتم التطرق إلى المتغيرات الأكثر أهمية من المخازن تهيئة إعدادات ثم متغيرات المخازن متغيرات اثنين وفيها المتغيرات التالية الطريقة المتبعة لجرد وتقييم المخزون هل جرد دوري أو مستمر؟ المتغيرات طريقة تقييم المخزون المتوسط وتعني تقييم الصنف الذي له أكثر من سعر بالقيمة المتوسطة أو الوالد أولاً صادر أولاً الأصناف الوالدة أولاً يتم تصديرها من خلال فواتر البيع والصرف المخزن أولاً أو الوالد أخيراً صادر أولاً الأصناف الوالدة أخيراً هي من يتم تصديرها أولاً ويعد هذا المتغير ذا أهمية للتعامل مع الأصناف التي لها أسعار متفاوتة أو تلك الأصناف التي يعدل الاهتمام بتاريخ الانتهى لها أمر جوهري المتغير طريقة التعامل مع حسابات المجموعات المخزنية هل يتم معامل حسابات موحدة لجميع المجموعات أو متعددة لكل مجموعة وتلك الحسابات مثل حسابات مصروفات إرادات خصومات ومردودات فهل يرادها موحدة لكل المجموعات أم كل مجموعة لها حساباتها الخاصة كذلك المتغير عملة تقييم المخزون وهذه الميزة الرائعة تمكن المستخدم من تقييم المخزون بعملة غير العملة المحلية وذلك في حال أن معظم المشترى يتبع عملة غير العملة المحلية وهذا يؤدي إلى ضمان استقرار التكلفة والبيع مع ضمان عدم وجود الخسارة الناتجة عن تغير سعر الصرف وهذه الأربع المتغيرات لا يمكن التعديل عليها عن سرايان العمل على النظام ويتم اعدادها وتغيرها فقط عند استخدام النظام لأول مرة أو عن فتح سنة مالية جديدة ثم لدينا المتغيرات نوع البيانات المستخدمة في ترقيم الأصناف هل رقم فقط أو اختيار رقم أو حرف ثم المتغيرات طريقة ترقيم الأصناف هل يكون الترقيم بصورة آلية من قبل النظام أو يدوي المتغير ثلاثة وفيه أساسيات التعامل مع الأصناف مثل استخدام تاريخ الانتهاء وعدم استخدام تاريخ الانتهاء كذلك استخدام الرقم التسلسلي للأصناف وكذلك استخدام الباركود للأصناف وغيرها المتغيرات أربعة وفيها استخدام آلية المجموعات المخزنية الرئيسية والفرعية عند تطبيق هذا الخيار فإنه بالإمكان تقسيم المجموعات الرئيسية إلى مجموعات فرعية تندريج تحتها كأن تكون المجموعة الرئيسية مثلا طابعات وتحتها مجموعات فرعية مثل المجموعة الفرعية طابعات إبسون المجموعة الفرعية طابعات ايتشبين وهكذا كذلك لدينا خيارات تعدد المخازن في الحركات مثل تعدد المخازن في التوريد المخزنين وذلك أن يتم التعامل مع أكثر من مخزن في نفس حركة التوريد المخزنين ونفس الأمر مع الصرف المخزنين وكذلك عمليات النقل المخزنين المتغيرات 6 وسنتطرق إلى آلية التأثير على الكمية في المخزن المنقول إليه عند إدخال أمر النقل أو التحويل المخزن وأمام المستخدم الخيارات التالية الزيادة المباشرة للكمية في المخزن المنقول إليه أو عدم التأثير بانتظار الترحيل والمراجعة أو السؤال في الشاشة وفي حال استخدام تاريخ الانتهاء للأصناف فإن الصيغة الإدخال للتاريخ تكون كالتالي في هذه المتغيرات سنتطرق إلى موضوع أكبر قيمة حيث أنه عند تحديد قيمة معينة لا يمكن تجاوزها فإن القيمة الأخرى يتم رفضها وتفشى العملية التنفيذ العملية حتى يتم المراجعة وتعديل الخطأ فمثلاً عند تحديد أكبر قيمة لحقل الكمية في الفاتورة 50 وحدة ولا يمكن تجاوزها فلو تم في حقل الكمية إدخال السعر أو رقم الباركود فإن تنفيذ العملية لن يتم حتى يتم إصلاح الخطأ ووضع كل قيمة في حقلها الصحيح إلى هنا نكون قد أتممنا درس متغيرات المخازن